شيء آخر الصلاة الصلاة يعني المصحوبة بإيمان وبتوبة ولمجد الرب بتكلمش على صلوات كاجتماعات ومؤتمرات وكلها اللي عنا نشوفها وتلفزيونات والآخرة لا 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 أنا بتكلم عن تزلل عن رجوع عن توبة حقيقية فعلا أنه نصلي نصلي أنه يا رب وكي انتهى الوباء خلينا نرجع مش كيف كنا نحن دائما نقول نرجع كيف كنا لا لا بدنا نرجع مش كيف كنا ميت ضعف أحسن كيف كنا نرجع بقوة الروح القدس شيء آخر أحبائي نرجع للشهادة لأنه هي الشهادة اللي بتخلي ملكوت الله يتقدم الشهادة هي اللي بتدمر العدو وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم فالشهادة هي اللي بتخلينا نستمر في هذا العالم أنه العالم يعرف يسوع المسيح وأقول في النهاية أحبائي الصلاة اللي هي التوبة والرجوع إلى الرب اسمع وإن أرسلت وباء على شعبي أوكي في آية 13 أخبار الأيام الثاني إصحاح 7 الآية اللي على طول بعديها مكتوب فإذا تواضع مين مش العالم الشعبي فكأنه ربط مصير العالم بالكنيسة في شعب الرب فإذا تواضع شعبي يعني المنتمي إلى الرب فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهه وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم نعم أحبائي كما يقول توبوا لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب خلي الوباء هذا شيء ماضي بدنا ندوس ندعس بنزين ونكمل المسير بنعمة الرب يسوع المسيح والعالم يعرف يسوع والرب يجيب النهضة لحياتنا أولا وينعش بيوتنا وكنايسنا أحبائي وينعش حياتنا ونكون شهادة حية لكل من حولنا والرب يبركك ترجمة نانسي قنقر